وفتتحت اليوم عمال الورشة لدور البلديات في التنمية التصادية والاجتماعية في البلاد وقد رأست مريم دموع البيت وعملت بلدي تنجمينا حفل أعمال الورشة مريم عبد الرحيم عرضي تلعب البلدية دورا هاما في تحسين وتطوير البنية التحتية للعاصمة حيث أنه بعد انتخابات البلدية التي نظمت في يناير 2012 التي تهدف إلى تحسين ورفاهية حياة السكان افتتحت ورشة حول دور البلديات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد عمدة بلدية جمينة مريم جمع عبد ذكرت بأن احتياجات البلدية تتمحور حول مضاعفة وتقوية الكفاءات الفنية والتنظيمية في عدة مجالات كالنظافة والنقل الحضري وتوزيع المياه الصالحة للشرب وحماية البيئة أما الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي نور كوكوني قال بأن هذه الورشة تندرج ضمن تعبية الموارد الاقتصادية لتنفيذ خطط العمل والترقية التنموية مضيفا بأن هذه المبادرة التنموية هي خطة سياسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تناشد بها حكومة البلاد برعاية من فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو تبقى الإشارة إلى أنه بحدول العام 2030 فإن خطط التنمية الاقتصادية المخطط لها من قبل الحكومة هي إعداد خريطة رئيسية لتطوير مدينة انجمينة وبناء وتجهيز مرافق تجارية في الدوائر العشر بمدينة انجمينة اشتركوا في القناة